حقيقي أهمية مؤتمر المناخ اللي بنستضيفه عندنا في مصر في شرم الشيخ جزء كبير جدا أو على الأقل ركز معايا في حاجة مهمة قوي هو المؤتمر ده عمليا الاشراف بتاعه مين أو المنظم العام بتاعه مين المنظمة الأممية UN United Nations الأمم المتحدة طيب تفتكر يا ترى هل ترى ايه أهمية أو ليه الأمم المتحدة شافت أنه مصر هي الدولة رقم واحد اللي تنظم السنة دي يعني ليه قدوا التنظيم لمصر السنة دي أو قدوا حق استضافة هذا المؤتمر الأممي بالغ الأهمية لمصر السنة دي طيب تعالى نقعد نفكر مع بعض بصوت عالي واحد هو لو مصر ده بلد غير مستقرة أمنيا يروح له مؤتمر بهذه الأهمية طيب لو ده بلد غير مستقر اقتصاديا أو في يعاني من مشكلات اقتصادية جزرية صعبة كارثية هل الأمم المتحدة هتديله هذا المؤتمر طيب لو هذا البلد غير مستقر سياسيا أو لدي مشكلات سياسية كبرى هل الأمم المتحدة هتديله هذا المؤتمر طيب سيبنا بقى من الثلاث حاجات دول وهم دول معايير رئيسية بالمناسبة يعني تعالى نروح هل لو انه هذا البلد مش ماشي في الاتجاه السليم في مسألة توفيق الأوضاع في صناعته وزراعته واستهلاكاته اللي هي بقى ايه الإجراءات الجزرية اللي بتاخدها الدولة علشان تتحول إلى الاقتصاد الأخضر اللي هو العلامة الكبرى في العالم الآن هل الأمم المتحدة مش هتديله هذه الاستضافة ما هتديله ليه طيب إذا كم بلد مثلا بيشتغل على التلويس البيئة اعتماد على الوقود الإحفوري ومش عارقه خلاص يبقى أنا مش هديله من ناحية تانية انت بتتكلم على مؤتمر حجم أهميته جزء منه نابع من الزعماء والقادة اللي جايين لهذا المؤتمر لما الزعماء والقادة دول بيجوا انت بتتكلم على وكلات لا وكلات ايه هي كل وكلات الدنيا هتلاقيها بتغطي ده انسى بقى الكام يوم بتقع المؤتمر لكن فكر في ما هو قاتن بعده يعني ايه الكام يوم بتقع المؤتمر هتلاقي بالطبع بطبيعة الحال شرم الشيخ كلها مليانة كل القتلات مليانة كل الحاجة تمام زي الفل لكن اللي احنا بنقدمه خد بالك بقى خلال الكام يوم بتقع المؤتمر ده باقي لسنين قادمة يعني طول ما هم زعماء العالم زائد الوكلات بقى اللي قاعد عملا بتغطي واللي بتروح واللي بتيجي واللي بتشوف واللي تلف شرم الشيخ وهتصورها شبر شبر وهيتكلموا على كل شبر كل حاجة حلوة وسليمة وبتتعمل زبط الزبط اصبح مردودها الاقتصادي اكبر من تصوراتنا جميعا طيب مردودها الاقتصادي على اي مستوى اقولك هتيجي تقولي مستوى السياحي اقولك ده مردود اقتصادي مباشر سياح هتلاقي البلد بعد كده بإذن الله سبحانه وتعالى بتشغي سياحة مش بس شرب ده كل شرب كل جنوب سيناء كل خط البحر الاحمر السياحة في مصر في هذه الحال هتصادف او مش هتصادف سوف تلاقي انت عايش هل هو مصادفة لا مش هيبقى مصادفة لان انت قدمت لهم بروتوتيب قدمت لهم نموذج اولي ادي قدرتي على استضافة اكبر مؤتمر على مستوى الكوكب يبقى بالتأكيد انا عندي قدرة لا محدودة على استعاب اكبر قدر ممكن من السائحين وتقديم اعلى مستويات الخدمة وتوفير اعلى مستويات الامان حلو ده كده اقطاع او صناعة السياحة لكن على صعيد اخر الناس دي وهي موجودة الزعماء والقادة وبعض من رجال حكومتهم كل واحد على حسب ملفه الناس دي هتيجي هنا بيبقى غير الجلسات بتاعة المؤتمر بيبقى في حاجة ببقى الجلسات الهامنشية والمباحثات الصنائية والاحاديث الجانبية وما الى ذلك بيزنس بيروح وبييجي لان هو بيجي بيشوف دولة بنيتها الاقتصادية وبنيتها التحتية ومصارها السياسي وبنيتها التشريعية ملأمة لضخ الاستثمارات اه يبقى المسألة انا مش بس بتكلم على مؤتمر هو الاهم في مجال المتغيرات المناخية على مستوى العالم لانا بتكلم على مؤتمر هو مهم جدا في اصله مسألة البيئة اتنين هو مهم جدا لتنشيط الاقتصاد مهم جدا لتنشيط صناعة السياحة يلخ 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 ده شيء شديد الاهمية انت برضو مش بسصلة عشان كده مثلا لما تليك حد يقولك ايه سر الاهمية يعني انه دايما الناس تتكلم على المؤتمر بتاع قب 27 في شرم الشيخ لاجل اللي انا بقولهولك ده باختصار اعتقد انه غير مخل بالمعنى وغير مخل بالهدف لاجل هذا السبب انا بنتكلم على فرصة اللي ما يقتنسش الفرصة ما ما يستحقاش فاحنا اقتنسنا الفرصة وبنشتغل زي ما الكتاب بيقول واحسن وبالتالي احنا منتظرين مردود هذه الفرصة العائد على هذه الفرصة اعتبروا استثمار وده العائد على الاستثمار ده الار او اي بتاعنا احنا مستنين بقى الار او اي باذن الله ربنا وفقنا ونشوف طبعا